وقال الدكتور القربي أيضاً إن تحميل المؤتمر الشعبي العام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن إدعاءات بل إدعاءات باطلة ومجحفة كون المؤتمر قدمت تنازلات تلو الأخرى حرصاً على حقن الدم اليمني وتحقيق الوفاق الوطني أنا أعتقد الذي ينكرون أن المؤتمر الشعبي العام في 2011 ويمتلك القوة أن يسلم السلطة ويعتبروا أن هذا الضعف هم مخطئون المؤتمر الشعبي الآن في ذلك الوقت ومن خلال المبادر الخارجية التي هو تبنها وصاغها ويحقق في النهاية المبادر الآلية التنفيذية لها أسهاماً من المؤتمر الشعبي العام لأنه لو أراد أن يفشلها كان عقد أملية صياغة الآلية التنفيذية للمبادر الشعبية ولكن كنا دائماً نقدم التنازلات لأننا كنا أولاً حريصين على الدم اليمني حريصين على أن الحروب والصراعات ستؤدي إلى تمزق اليمن وهو ما حدث اليوم للأسف الشديد أنه لليوم التالي بعد توقيع المبادرة الخليجية جاء من يخرب تلك المبادرة ويخرج عن نصوصها ترجمة نانسي قنقر